الفترة اللي فاتت لان لازم نبذل كل الجهد يعني مش هنأثر في ولادنا حصل رفض للموضوع والخوف عامين للاتحاد ومجنناش حاجة رسمة لكن احنا طبعا برضو كنا يعني السيناريو لازم نستعد لكل السيناريوهات في الحقيقة لسه في يعني جهد تاني للمجموعة العمل ان هي بتقدم تاني في المحكمة السوسرية لكن احنا طبعا لازم يعني اشتغل على واقع احنا ولادنا موجودين احنا بنخطط لعشرين اربعة وعشرين حتى لو فيه جهاض لمجهودات بوزلت اكيد احنا مش لسه هنحاول ان نيابة اوكي اولا دي الملف مفتوح في النيابة اولا دي يعني بس مش شرط كل حاجة نعلم لكن الوزارة بدورنا اكيد كل حاجة اول باول بيفتح التحطيط فيها بناخد ثواني بناخد مصارها وضع مفتوح في النيابة لكن احنا بنركز اكتر نحاسب اي مقصر وفي نفس الوقت انا قابلت محمد اهاب النهاردة محمد اهاب يمكن عشان اكبرهم سنا وقد يكون دي كانت اخر دورة لكن هو محمد مشروع بالنسبة لنا زي ما احنا بنعمل مشروعات مستمرة لولادنا احنا محمد بنعده على اعلى مستوى على اعلى مستوى تدريبي في كل العلوم المختلفة اللي تؤهل مشروع مدرب كبير جدا الفساد كما ارخ له العلماء هو مرتبط بظاهرة ظاهرة تعتبر افا افا يجب ان نجد لها العلاج اذا يمكن ان تكون مرتكزات اللقاء ومحاور اللقاء لها ابعاد في ان نجد مخارج وان نجد الداء الذي يحتاج الى دواء وداخل المنظومة الرياضية كما تعلمين هما في محاورهم يتعلق الأمر بمنظومة الشخصية المعنوية فيها يجب ان نوفر لها آليات والآليات داخل منظومة الفساد هي عبء يتقل كاهل الغيرين ويتقل كاهل المؤسسة من اجل ان تنطلق وان تصل الى المستوى الذي يبتغيه الغيرون على المشهد الرياضي في قارة افريقيا وفي العالم دواء دي لها طبيعة خاص لانها بتجمع ما بين المحور الدولي والمحور الافريقي وطبعا اهم حاجة انها تحت رعاية فخمة السيد الرئيس الجمهورية وده فعلا بيدي انديكيشن سواء للدول الافريقية او الدول العالمية او للمجتمع الدولي انه مصر بتحارب الفساد وبتحارب وبتقوى وبتجبر وده دي رسالة مهمة قوي من خلال المجتمع الرياضي يعني النهاردة احنا مش بنحارب الفساد بس في البلد او بنقوم بلدنا لا احنا كمان بنهتم بالرياضة وده مجال مهم جدا هناك عديد من اوجه الفساد اربع جلسات للمؤتمر مع ضيوف كرام من الممكن جدا انه يجعل توصيات مهمة جدا في نهاية هذا المؤتمر توضع امام المسؤولين لنسير الى مناحي افضل وايسر وتجعل الرياضة فعلا المنظومة المثلة في كل الاعمال الخاصة بالمجتمعات اشتركوا في القناة